موسيقى مشاهدين أهلا بكم أجرى رئيس مجلس النواب رشد الطاربي العالمي بمقر المجلس مباحثات مع رئيس الكنيسة الإسرائيلي أمير أوحانا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى من نوعها التي يقوم بها سيد أوحانا للمملكة وذكر بلاغ لمجلس النواب سيد أوحانا أشاد خلال هذا اللقاء بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الشريف ودور جلالته في صنع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفيما يخص قضية الصحراء المغربية قال رئيس الكنيسة الإسرائيلي إن الصحراء مغربية والتاريخ يؤكد أن الصحراء مغربية وستظل كذلك مضيفا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيعلن عن ذلك رسميا في المستقبل القريب نناقش هذا الموضوع مشاهدين مع ضيفنا الباحث في العلوم السياسية الأستاذ سعيد بركنان أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا إذن زيارة رسمية هي الأولى من نوعها يقوم بها رئيس الكنيسة الإسرائيلي إلى المغرب بداية نضعنا في سياق أهدف هذه الزيارة هو بطبيعة الحال هي أول زيارة بصفتي كرئيس الكنيسة وهي تأتي في إطار دبلوماسيا الموازية التي يسعى من خلالها دائما البرلمان المغربي إلى دعم دبلوماسيا التي تمارسها آلية وزارات الخارجية المغربية على المستوى الدولي والخارجي في هذا الإطار تأتي هذه الزيارة مباشرة كذلك بعد تشكيل علاقة صداقة ما بين المؤسستين التشريعيتين من أجل تفاهم بينهم ومن أجل حتى التعاون على مجموعة من المجالات التشريعية إلى غير ذلك في هذا الإطار تأتي هذه الزيارة بطبيعة الحال وهي ليست الزيارة الأولى لمسؤولين إسرائيلي بل سابقتها زيارات متعددة وكل هذا يأتي في تفعيل إعادة العلاقة ما بين المملكة المغربية وإسرائيل مؤخرا وتوجيها نحو التوجيه الذي يستفيد منه الطرفين يستفيد المغرب من جهة وتستفيد كذلك منه إسرائيل بشكل متوازي في هذا الإطار تأتي هذه الزيارة بطبيعة الحالية نعم طيب وبمناسبة هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين طبعا مجلس النواب المغرب والكينسة الإسرائيل لتشمل تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي كيف ستعزز في اعتقادكم مذكرة التفاهم هذا من تعزز أكثر هذا التعاون على المستوى البرلماني دائما وبطبيعة الحال كما قلت بأنه حينما تكون هناك علاقة ما بين مؤسستين فيكون الهدف منها هو الاستفادة من الخبرة يعني متبادلة فالخبرة المغربية تستفيد من الخبرة في مجال تشريع إسرائيل وكذلك بالعكس فلا يمكن أن تخرج هذه المذكرة إلا من هذا الباب يعني لاستفادة الطرفين من تطور المجال تشريعي في المملكة المغربية أو من تطوره في إسرائيل وبالتالي فإن هذه المذكرة ستسعى دائما إلى خلق نوع من التوازن ما بين المؤسستين للاستفادة من بعض هذا هو المجال التي تسير نحوه هذه المذكرة مذكرة التفاهم لأنه كما قلت بأنه توقيع هذه المذكرة يدخل في إطار يعني نوع من الدبلوماسية الموازية التي تسعى من خلالها سواء المملكة المغربية أو الإسرائيل إلى الاستفادة وتبادل الخبرات فيما بعدهم نعم طيب منذ استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية وتوقيع طبعا الاتفاق الثلاثي كيف تقيمون يعني مستوى تطور هذه العلاقات الثنائية هو هذا المستوى يلاحظ من خلال الزيارات المتبادلة المتعددة للمجموعة من المسؤولين بما فيهم يعني المسؤولين الإسرائيلي في زيارتهم إلى المغرب وكذلك يعني زيارة بعض المغرب إلى إسرائيل هذه الزيارة يعني لا تأتي هكذا سياحيا وإنما لتبادل الخبرات وتوقيع مذكرة التفاهم سواء وشملت العديد من المجالات بطبيعة الحال لقد رأينا منذ ما يزيد عن سنة يعني استقبال المغرب المجموعة من الوفود الإسرائيلية بما فيها يعني وقعت مؤذكرات تفاهمية واتفاقيات تعاونية يستفيد منها المغرب في مجال الفلاحة يستفيد منها المغرب في المجال الصناعي يستفيد منها المغرب من جميع الخبرات المتطورة منها إسرائيل وكذلك هناك زيارات قاموا بها مسؤولين يعني مغاربة لإسرائيل لتبادل كذلك الخبرات شملت هذه المذكرات التفاقية والتعاونية حتى جميع المجالات بما فيها حتى المجالات الصناعة العسكرية مؤخرا يعني هناك بروتوكول اتفاق ما بين المغرب وإسرائيل حول استفادة المغرب من الصناعة الإسرائيلية وحولت إقامة منصة لمنصة عسكرية مغربية لصناعة العسكرية بطبيعة حال الاستفادة من الجربة التي وصلت لها إسرائيل في هذا المجال نعم طيب كما قلتم هناك مظاهر وأوجه تعاون كثيرة جدا بالنسبة لتعاون المغربي الإسرائيلي كان آخرها زيارة وزيرة النقل مؤخرا يعني وتوقيع اتفاقيات في هذا المجال يعني المجال اللوجستيكي ومجال النقل ما بين جانب المغربي والجانب الإسرائيلي يعني هي شاملة لمجموعة من الجوانب نعم طيب لو نقف عند المجال العسكري أكثر يعني أي أهمية وأولوية يكتسي هذا المجال اليوم في العلاقات بين المغرب وإسرائيل هو لا ننسى بأن الصناعة العسكرية في إسرائيل متطورة جدا يعني صراعة عسكرية دفاعية متطورة جدا وبالتالي من حيث التقنية ومن حيث المعدات لغير ذلك وبالتالي لا يمكن لهذه العلاقة أن تستمع يعني إعادة العلاقة ما بالمغرب وإسرائيل دون أن يستفيد المغرب بالإضافة إلى مجالات أخرى لأن المجال العسكري هو كباقي المجالات استفاد المغرب مجال فلاحي استفاد المغرب من الصناعات المتعددة إلى غير ذلك فلابد أن يستفيد كذلك من الصناعة الإسرائيلية المتطورة في المجال العسكري والمجال الدفاعي وبالتالي كانت زيارات متبادلة من العسكري المهمين في إسرائيل جاءوا إلى المغرب وكذلك من المغرب رحوا إلى إسرائيل من أجل التفاهم حول هذه النقطة وهي بالأساس استفادة المغرب من هذه الصناعة المتطورة الإسرائيلية لتطوير منظومته الدفاعية إلى غير ذلك نعم طيب فيما يخص قضية صحراء المغربية رئيس الكنيسة الإسرائيلي قال وأذكر هذا التصريح له بأن الصحراء المغربية والتاريخ يؤكد أن الصحراء المغربية ستظل كذلك وأضف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيعلن عن ذلك رسميا في المستقبل القريم ماذا يعني ذلك؟ ما المنتظر؟ هو لكي نفهم ما يعنيه علينا أن الصيغة الموضوع بصيغة أخرى وهو أنه رئيس الكنيسة الإسرائيلي يعلن هذا ليس من الكنيسة وهو مقر وظيفتي وصفتي في إسرائيل ويعلنه من الرباط من عاصمة المملكة المغربية ويعلنه من مقر البرلمان المغربي بمعنى أن هذا بالنسبة لي شخصيا له قراءتين القراءة الأولى هو اتجاه تفنيدي لجميع ما قيل مسبقا حول أن المغرب يقيد إسرائيل مغربية الصحراء برفع مستوى الدبلوماسي لأن الكثير قيل مؤخرا حول أن المغرب لم يرفع من مستوى دبلوماسي إلى مستوى الصفارة في إسرائيل لأنه يقايد إسرائيل بمغربية الصحراء وهذا التصريح الذي جاء به رئيس الكنيسة هو يفند هذا الاتجاه لأنه لم نراه لا من طرف المغرب ولا من طرف وزارة الخارج المغرب وإنما جاء من مسؤول إسرائيلي وقبله هذا ليس أولا لأنه قبل أعلنت وزيرة الداخلية سابقا نفس الموضوع بأن إسرائيل ستدعم ملف الصحراء وبالتالي نرى بأن المسؤولين الإسرائيلي هم أنفسهم الذين يحاصرون الدولة الإسرائيلية ويدفعون إلى الزاوية من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء ويقول رئيس الكنيسة بأنه قريبا سيعلن الرئيس ذلك وأن حينما يقول رئيس الكنيسة ذلك يعني أصدقه وسنرى قريبا بأن الرئيس الإسرائيلي سيعلن ذلك لأن حتى وظيفة في المنظومة السياسية الإسرائيلية ما كانت رئيس الكنيسة ليس بالسهل لأن الكنيسة نعرف بأن النظام الإسرائيلي هو نظام برلماني ورئيس الكنيسة هو نظام برلماني وهو البرلمان الذي يعين الرئيس ينتخب الرئيس وينتخب رئيس الوزراء ويوافق على مجلس الوزراء بأن معنى بأنه سلطة مستقلة بداله ولا يمكن لرئيسه أن يقول شيئا لا يمكن انتظاره في المستقبل والالتجاه الثاني الذي أرى بأنه لا بد من قراءته في هذا الاتجاه وهو أنه الدولة الإسرائيلية وصلت في مرحلة التمهيد بالاعتراف بالإسرائيل لأن هناك مرحلة تمهيدية وهناك مرحلة من بعد تمهيدية أن بهذا التصريح لرئيس الكنيسة وصلت إلى قمة المرحلة التمهيدية وبالتالي سندخل في مرحلة الجد لأن إسرائيل عرفت بأنها لا يمكن أن تكون الستناء من القاعدة التي حددها الخطاب الملكي بأنه ولو تطورت العلاقات لا يمكن المغرب أن يقيس جديتها وصداقتها إلا إذا مرت عبر الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء نعم نقطة أخيرة أشار إليها رئيس الكنيسة الإسرائيلي تتعلق بإشادته بدور جلالة الملك رئيس لجنة القدس طبعا في صنع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك إحلال السلام في المنطقة في الشرق الأوسط ما دلالت ذلك؟ وبالطبع الحال هذه الإشادة ليست جديدة لا من طرف الإسرائيليين ولا من طرف الفلسطينيين أنفسهم لأن المغرب دائما يلعب هذا الدور وليس بسهل أن يلعب هذا المغرب هذا الدور في منطقة إقليمية معروفة بتدفق أحداث سياسية كثيرة وبتدفق صراعات سياسية وأن يلعب المغرب هذا الدور للتوفيق ما من الإسرائيلي وفلسطينيين لا بد له أن يتمكن من آليات ديبلوماسية قوية ومن تراكم سياسي قوي وهذا ما يشيد به سواء الإسرائيليين والفلسطينيين للمغرب وملك المغرب دائما نعم الباحث في العلوم السياسية الأستاذ سعيد بركنان شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحة شكرا ختم فقرة ضيف الزوى المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدين شكرا لكم على المشاهدين